السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني جايبا لكم نهاردة خبز بالعجينة السيلة خبز سهل وسريع التحضير هش وزي الكيك مناسب لكل انواع الدايت والكيتو واللوكارب والمرضى السكري ومقامة الانسلين وحساسية الجلوتين هنعمله من غير دقيق من غير شفان وكمان من غير سليم سهل وسريع التحضير يلا بينا نشوف طريقة العمل المكونات معانا بسيطة جدا جدا هنحتاج في الوصفة دي الطحين الخام هناخد بس بمعيار معلقة الطعام 3 معالق كبار من الطحينة الخام والطحينة لها اسم تاني اسمها الراشي وهي عبارة عن عصارة السمسم ومعي كمان اتنين بيضة كبيرة واتنين مربع من جبن المراعي فلفل اسود بيكنج باودر وكمان بيكنج سودا وهنستعمل خل طفاح حضوي وكمان ملح هملايا دي المكونات هقول بدائل المكونات واحنا شغالين في الفيديو هنجيب دلوقتي طبق ونحط فيه اتنين مربع من جبن المراعي وزن المربع الواحد 18 جرام البديل بتاعه ممكن استعمال جبن قليش او جبنة كريمي او حتى ممكن استعمال اي نوع جبنة انتو بتحبوه بس بلاش استعمال لا شدر ولا حتى متزرلة ماينفعش في الوصفة دي لا شدر ولا متزرلة اه دلوقتي انا خدت الجبنة دي ودخلتها لمدة 10 ثواني في المايكرويف علشان تطرم عنا خالص بالشكل ده وبعد كده هنجيب المضرب اليدوي منخلطها كويس كده وبعدين هنضيف عليها دلوقتي اتنين بيضة كبيرة البد هنا في الوصفة دي مالوش بديل بعد ما حطينا البيت بالشكل ده هنضيف عليها دلوقتي رشة بسيطة من الملح انا هستعمل ملح الهملايا ممكن استعمال الملح العادي ما انقطرش الملح لانا لسه هنحط زتون وبعد ما حطيت الملح هنضيف كمان دلوقتي رشة بسيطة من الفلفل الاسود وبعد كده البيت لان بيقدينج سودا لوا ما فيش بيكينج سودا استعمله بس بيكينج باودر هنحطه في معيار المعلقه الصغيرة هنحط مصف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنضيف على الطرف المعلقه رشة بسيطة من البيكنج سودا لان بيكينج سودا و بيكينج باودر لما بنحط عليهم خلي التفاح العضوي او الخلي العادي بيحصل فوران اه وده بيخلي العجينة اه بتكون هشة اوي ما تكونش مكتومة زي ما هنشوف في اخر الفيديو اه بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من خلي التفاح العضوي وممكن استعمال الخلي العادي شايفين اول ما حطينا الخلي بيحصل فوران كده وبعد ما نقلبها كويس بالشكل ده بتحسوا ان الحجم بتاعها اصلا اتضاعف بمجرد بحطينا البيكنج بودر والبيكنج سودا مع خلي التفاح اه بعد ما اختلطوا مع بعض كويس بالشكل ده هنضيف عليهم بقى دلوقتي المكون الاساسي معنا وهو الطحينة هنحط بمعيار معلقة الطعام تلت معالق بس والطحينة هنا في الوصفة برضو ملهاش بديل يعني البيض والطحينة اساسيين معنا هنضيف تلت معالق بس من الطحينة الخام اه وما تقلقوش يا جماعة للناس اللي بتعمل ضايت عادي الصينية اللي احنا عملناها دي كلها عبارة عن تلت معالق طحينة بس يعني القطع الوحدة فيها تقريبا ربع معلقة طحينة فمش هتأثر ابدا بالنسبة للضايت العادي هنقلب بقى دلوقتي الخليط ده كله مع بعضه لغاية لما يختلط معانا كويس جدا بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي خلاص كده بتكون معانا جاهزة هنجيب بقى دلوقتي صينية دي صينية صغيرة الطول بتاع الصينية دي عشرين والعرض بتاعها اتناشر لان فيه ناس ببقى عندها دقة اوه في حجم الصينية فالصينية دي صغيرة مقاس الطول عشرين العرض اتناشر هنحط فيها ورقة زبدة يكون نوع كويس وافضل نوع يا جماعة بالنسبة لورقة زبدة هو أورنيكس هنبدأ بقى دلوقتي نحط الخليط بيكون معانا سايل بالشكل ده بعد ما حطينا الخليط بقى في الصينية هنبدأ دلوقتي نوزعه بيبان ليكو في الاول ان الخليط كمية بسيطة بس بعد ما بيستوي الحجم بتاعه بيضعف خالص زي ما شوفنا كده في اول الفيديو دلوقتي هنبدأ نوزع الخليط ونملة بيق الصينية كلها دلوقتي بعد ما شلت ورقة زبدة الزيادة ده وزبطت الصينية كويس بالشكل ده بنحرك بس الصينية كده علشان الخليط تتوزع معانا انا حابة ازين الخبز ده بطماطم وزاتون طبعا ممكن تحطوا اي حشو انتوا عايزينها فانا مجهزة معايا هنا طماطم شيري ممكن تستعملوا الطماطم العادية هنقطع كل واحدة نصين بالشكل ده ونبدأ نحطها على الخبز من فوق بشكل عشوائي كده وكمان انا مجهزة معاي زاتون هنعملوا على طريقة الخبز الفوكاشيا ممكن طبعا تزينوا باي حاجة انتوا عايزينها ممكن تحطوا سمسة محبة البرقة ممكن تحطوا زاتون وفلفل وطماطم زي من انتوا عايزين الحشوة او ممكن تخلوه سادة زي من انتوا عايزين حطيت بقى دلوقتي على الوش كده شوية من الطماطم الشيري ووزعتها بالشكل ده ومعايا كمان دلوقتي زاتون اسود برضو هنحطه بشكل عشوائي كده وممكن كمان نحط على الوش كده شوية من زعتر الارجان انه هيدي طعم وريحة حلوة اوي انا حطيت كده رشة بسيطة من زعتر الارجان على الوش ودي بتكون معايا المعدير اللي انا استعملتها في الوصفة بالزبط هناخد بقى دلوقتي السونية دي وندخلها الفرن ده شكله معانا بعد مستوى بيقعد في الفرن بس عشر دقايق مش اكتر من كده في الرف الاوسط من الفرن على درجة حرارة مية وتمانين طبعا حجم الضيف معانا وبدأ يتحمر من الاطراف بعد كده بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعه وبيطلع معانا بالشكل الجميل ده شايفين ما شاء الله جميل جدا هنشيله بقى دلوقتي من على ورقة الزبدة كده ونبدأ ان احنا نقطعه شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا ازاي وهوريكم من تحت متحمر وجميل جدا هنشيله بقى كده من الصينية وهنسيبه على ورقة الزبدة وهنبدأ دلوقتي نقطعه قطعه بالحجم اللي انتوا عايزينه انا هقطعه على شكل مربعات بالشكل ده كده مربعات حجمها كبير شوية يعني مش هنخلي قطع صغيرة او طبعا زي ما انتوا عايزين بيكون معانا بقى ما شاء الله جميل جدا كده والله يا جماعة تحسوا ان هو كيك مش خبز بيكون معانا لذيذ ومرتفع وهش والطعم طحفة وانا قدمت بطريقة بسيطة كده مع احلى كباهة شاي شايفين ما شاء الله هش ومرتفع وجميل جدا ومش مكتوم والطعم يا جماعة خرافة ان شاء الله يعجبكم جدا احلى واسرع واسهل حاجة للصخور جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم اوعى تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وكمان ترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية